السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة على قناة نبيل كستان في هذه الحلقة سوف أذكر لكم أفضل طرق التصريق الإلكتروني لنجاح التجارة الإلكترونية والعمل من الأنترنت يعني هناك طرق كبيرة وجيدة صراحة لهذا الشيء لكن سوف نستخلصها في بعض الطرق الجيدة والأكثر انتشارا والتي تدر لك ألاف دولارات ومضاعفة بيع منتجاتك الطريقة الأولى صراحة هي التصويق على محركة البحث مثل جوجل يعتبر التصويق الإلكتروني على محركات البحث القوية فرصة جيدة لأصحاب المدونات أو لأصحاب التجارة الإلكترونية لمضاعفة منتجاتهم أو ربح منتجاتهم ورواج مجرهم الإلكتروني أو رواج موقعهم أو مدوناتهم أو شيء كهذا القبيل فمحركات البحث القوية تعطي قوة والسماتة يعني في الترويج لمنتجاتك بشكل جيد وبصفة احترافية ويتم تصويق عبر محركات البحث القوية بطريقتين الطريقة الأولى هي استهداف كلمات دلالية أو كلمات بحث قوية لتصدر محركات البحث وتصدر منتجك أو مقالاتك محركات البحث هذه الكلمات الدلالية ممكن أن تكتبها بنفسك ممكن أن تستعين بأحد المواقع الجيدة مثل keyword.oi أو rapid tag يعني كنين مواقع لاستخراج كلمات دلالية أو tags مهمة لتصدر كما ذكرت لكم محركات البحث العالمية والطريقة الثانية هي إعلانات مدفوعة يعني يتم الخلاص عليها مثلا تقوم بإعلان ممول على مواقع التواصل الاجتماعي مثل google مثل فيسبوك من يوتيوب ولكن تقوم بدفع أموالا مقابلة ذلك وهذه الطريقة تعد الأكثر تفاعلا والأكثر نجاحا في هذا الأمر الطريقة الأولى كانت التسويق على محركات البحث القوية مثل google أما الطريقة الثانية فهي التسويق عبر البريد الإلكتروني وتعتبر من أهم من أهم من أهم الطرق طرق يعني الترويج لمقالاتك أو الطرق الترويج لمنتجتك أو لأي 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 هذه الطريقة يغفل عليها الكثيرون مثلا تقوم بجمع إيميلات وهناك الآن مواقع تقوم بإنشاء لك إيميلات جميع الشركات تقوم بجمع إيميلات وتقوم بإرسالها بدغطة زر واحدة تقوم بإرسال 100 ألف مثلا ألف مقالة لألف شخص يعني عن طريق ضغطة زر واحدة هذا أمر جيد يغفل عليه الكثير وهو التسويق عبر البريد الإلكتروني الطريقة الثالثة أعزائي الكرام هي تسويق بالمحتوى المفيد من الضروري أن تعرض أهمية وفوائد المنتج الذي تريد بيعه أو عرض تفصيلي لخدماتك وذلك من خلال محتوى مفيد ذات كفاءة عالية وجودة جيدة وهذا فتقوم به من خلال كتابات جيدة أو خلال مقالات جيدة أو أيضا من خلال فيديو على اليوتيوب أو ما شبه ذلك وبصراحة فإن أشهر المسويقين على الأنترنت يستخدمون هذه الطريقة لأنها طريقة جيدة جدا وصوف أي شخص يعني شهد إعلانك أو منتوجك مفيد جدا سوف يقوم بالشراء أو سوف يقوم بالتعامل معك الطريقة الرابعة هي التسويق عبر شبكات التواصل الإجتماعي ومن خلال أشهر هذه الشبكات الإجتماعية كما تعرفون فيسبوك، جوجل، انستغرام، يوتيوب، تيك توك يعني هناك الأصباح العديد من مواقع التواصل الإجتماعي لترويج منتوجاتك أرى مع الأسف الكثير من الأشخاص لا ينتبهون مثل هذه الأشياء يقوم بطرح منتوجه في مجره الإلكتروني وينسى أوكي وبس لا، حين رفع منتوجك عليك بعمل أشياء مثل ترويج منتوجك على الأنترنت وطبع خلاله أو في مواقع التواصل الإجتماعي لأنه يوجد فيها رواد بالملايين يعني يهتمون بمنتوجك ويقومون بالدخول والشراء هذا المنتوج فقط قم بترويجه بطريقة احترافية وبس وخلاصة هذه الحلقة بصراحة هناك كثير والكثير والكثير من طرق التصويق لمنتوجاتك عبر الأنترنت لكن حاولنا ذكر الأهم منها والأكثر طرحة لأسئلتها والأكثر شيوعاً في عالم الأنترنت لكن هناك بصراحة طرق أخرى جيدة لا تقل جودة عن هذه الطرق فقط إذا أردت أي شيء أو طرق مختلفة قم بمراسلتنا أو بكتابتي في تعليق سوف أقوم بالربط عليه في أقرب وقت إن شاء الله إلى هنا أكون قد ألهينا هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله